المعلم مهنة استثنائية تحت هذا الشعار عقدت مؤسسة دبي للمرأة جلسة نقاشية للمواضيع والقضايا المتعلقة بشؤون المرأة على صعيد التعليم في القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات وفي الجلسة تم طرح العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه المعلمة الإماراتية وخاصة بالتعليم الخاص الذي بلغت نسبة المعلمين والمعلمات المواطنين فيه واحدا بالمئة في نهاية الجلسة طرحت توصيات الإعلامي البارز سام الريامي رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم شملت التوصيات الجودة والشراكات مع القطاعين الخاص والعام مع توفير فرص العمل للمواطنين بمجال التعليم